شوف يا عمال خبر ده الفنانة والشابات بثبه الفلر ايوه يا احمد معزم الفنانين بيحقنوا فلر وايه الفلر ده يا عمال الفلر ده يا احمد عبارة عن جل وموردة تانية معاه بيتحكم في سرينجر فايعة في اماك عيد عشان مظاهر الشباب بس فيه فنانين كتاب بيحقنوا فلر او ما بيحصلوا مش عائل ايوه يا احمد عملية حقن الفلر بتكون نجح بس فيه عشرة في المية من الحالات بيحصل لهم مضاعفات زي تورم والتهبات ويفرزات صددرية ده على جيدة الفلر ده مغيره المشكلة مش في الفلر المشكلة في المواد التانية اللي موجودة مع الفلر لانها بتسبب حساسية مفرطة في الوش بس انحقن في الوش بيوجع يا ماما المشكلة مش في الوجه المشكلة في البكتيريا اللي بتدخل في المعاسين لليبري فبتكون طباغات من البكتيريا اللي بتعمل مقاومة للمضادات الحيوية ده على كده ننصح حينات ما تستخدم شي فلر تانية مش هو دي الحالة اولا لازم اللي يستخدم الفلر ما يستخدموش عمارة البطار ثانيا نحاول نستخدم طرق طبيعي لتجليل التجاهيد ثالثا الناس اللي هي مضطرة لنها تحجم فلر مفروض طبيب التجميل يتبع معاهم علاج بالمضاد الحيوي قبل العملية لتفادي حدوث المضاعفات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة